السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزية طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي ان شاء الله متابعين مع بعض حل الاختبارات من كتاب بايبت ناخد مع بعض دلوقتي الاختبار رقم 11 بداية من صفحة 329 اول سؤال معي خاص بلسيني السؤال اول خاص به الاستماع بيجيب لي نص باستمع اليه جيدا وبعد كده ابدأ اجاوب على الاربع اسئلة اختيارات اسمعوا لي كده النص بتاعنا بيقول انا اسمعلي عمي بيعيش في القاهرة انا دايما بزوره في الصيف احنا قضينا نزهة خلوية في حضقة الازهر ثم ركبت الحمار السؤال رقم واحد هنا بيقول لي ايه where does your uncle live where يعني اين ليه في يعيش يبقى اين يعيش عمك طبعا هو بيعيش فين بيعيش في كايرو ان كايرو في القاهرة رقم اتنين where did you have a picnic يعني اين قضيط نزهة خلوية قضيط النزهة في الخلق فين طبعا في حضقة الازهر الازهر بارك في حضقة الازهر رقم ثلاثة what game did you play ايه اللعبة اللي انت لعبتها طبعا لعبه هناك ايه فوتبول لعبه هناك كرة القدم what did علي رايد رايد يعني يركب علي ركب ايه ركب دونكي اللي هو الحمار بعد كده السؤال خاص بيه الديالوج الحوار بيقول هنا ايه complete the following الديالوج اكمل الحوار ايه التالي اول سطر ده بيكون مهم جدا بيعرفني المحدثة بتتكلم عن ايه احمد انا اسامة ار توكن اباوت احمد واسامة يتحدثاني عن احمد فيفرد سبورتز بتتكلم مع بعض عن الايه عن الرياضات المفضلة بالنسبة لأحمد اسامة هنا بيقول do you like sports احمد بتحب رياضاتي احمد احمد راد هنا اسامة بيسأل اسؤال احمد كرة القدم هي المفضلة بالنسبة لي طالما قاله هنا كرة القدم هي المفضلة بالنسبة لي يبقى بيحب رياضة ولا بيحبها هيبقى يس نعم وعندي هنا u تحول الى i وdo في الاسبات هتنزل زي ما هي yes i do فهنا بيقول له كرة القدم هي المفضلة بالنسبة لي يبقى ايه هي الرياضة المفضلة بالنسبة لك what's your favorite sport what's or what is what's your favorite favorite sport ايه هي favorite sport الرياضة المفضلة بالنسبة لك قال له هنا كرة القدم هي المفضلة فأسما بيقول له who do you play football with who with يعني مع من بتلعبها مع مين ممكن يقول له انا بلعبها مع اصدقائي يبقى يوها تحول الى i i play football انا بلعب football او i play it i play football انا بلعب كرة القدم ممكن اقول i play it انا بلعبها with my friends مع اصدقائي with my friends بلعبها مع مين مع اصدقائي هنا اسما بيسأله احمد قال له on friday في يوم الجمعة يبقى دم عادي يبقى when يعني متى متى تلعبها ويبقى when do you play it when do you play it متى تلعبها بتلعب كرة القدم دي امتى قال له في يوم الايه في يوم الجمعة اسما هنا بيقول له where do you play football where يعني اين بتلعب كرة القدم فين هيقول مثلا in the club في النادي in the club في الايه في النادي بعد كده صفحة 330 الجزء الخاص بريدنج الكراءة يقول هنا my name is وليد اسم وليد i live with my family بعيش مع عائلتي النافلات في شقة in a school my dad is a teacher بابايا مدرس of english مدرس لغة انجليزية he helps me my brother and sister there are a lot to be good at english هو بيساعدني وبيساعد اخويا واختي كتير عشان احنا مكون جادين في اللغة الانجليزية i am 13 years old عمري 13 سنة and i study add a prep school وبدرس في مدرسة برب اعدادية near our house قريبا من بيتنا my brother my brother is 16 years old عمري اخويا علي 16 سنة and he is at the secondary school وهو في المدرسة السنوية where my dad works حيث يعمل بابايا he and i play football together هو وانا منلعب مع بعض كرة الايه والقدم يبقى هي هنا يقصد بها مين يقصد بها علي as it's our favorite sport لان هي بتكون الرياضة المفضلة بتاعتنا my sister mona is it اختي مونا عندها 8 سنوات she is good at school بتكون جيدة في المدرسة she likes playing music بتحب تغذف الموسيقى mom is a doctor at an nearby hospital mom is a doctor في مستشفى قريبة او مجاورة هنا اول سؤال بيقول لي هنا who's older وليد or علي مين older يعني اكبر مين اللي اكبر وليد ولا علي طبعا هنا عندي علي هو الاكبر عنده كم سنة عنده 16 سنة بيقول لي علي السكستير علي عن 16 سنة how many people are there in Alice family كم عدد الافراد او كم عدد الاشخاص اللي هما موجودين في عائلة علي طبعا موجود 5 موجود 5 ايه موجود 5 افراد رقم 3 رقم 3 why do you think وليد became god at english يعني لماذا تعتقد ان وليد اصبح جيد في اللغة الانجليزية طبعا لان هنا بيقول بابا بيساعده ان هو باباهم درس انجليزي وبيساعده في هذه المادة هنقول because is that بابا is a teacher of english بيكون مدرس انجليزي is a teacher of english بيكون مدرس انجليزي ان و he helps him وبيساعده he اللي هو الاب يعني helps him يعني بيساعد ابنه رقم 4 the underline word he refers to he بتشير الى احنا لسا ايلينها بتشير لمين بتشير الى علي ولي sister goes to انو اتسكول بيروح لمدرسة ايه وليد بيروح لمدرسة ايه وعنده 16 سنة بيروح لمدرسة سكندري مدرسة ايه هنا بيقول وليد sister يعني اخت وليد اخت وليد عندها 8 سنوات 8 سنوات يبقى تروح مدرسة 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 ابتدائي اول مرحلة الابتدائية رقم 6 الهواية المفضلة 10 نقاط ايه مدرسة طالما عندي ايه يبقى انا عايزة نافي والملك بتعامل معاملة المفرد يبقى انا عايزة ايه مفرد ومن في يبقى isn't there isn't in the fridge مفيش اي لبن في التلاجة يبقى انا عايزة نافي واللبن لا يعد مفرد يبقى مفرد منفي اخت باباك او اخت مامتك اخت باباك او اخت مامتك ازجر بتكون بالنسبة لك العم او اخت الاب الام او اخت الام او اخت الام او ام او خال بعد كده الصور رقم اربع بيقول هنا يعني عايزة اقول هنا هما بيشاهدوا مباراة لكرة القدم الان كلمة الان من الكلمات الدالة على زمن المضارع المستمر وفي زمن المضارع المستمر they بتاخد معها are they are watching a football match الان رقم حمسة هدى in a bed in the attic of the house عايزة اقول هنا هدى بتنام في السرير في الصندرة او الغرفة اللي بتكون فوق السطوع هيبقى هدى sleeps يعني بتنام اخت بتروح لمدرسة ايه انا عايز اقول مدرسة بنات بنات يعني girls عندي هنا بتنتهي بالاس عشان اعمل لها الملكية هتكتفي بلا بصرف فقط طالما الاسم بتاعي بينتهي بالاس الاسم الجامع بتاع بينتهي بالاس بحطه لبصرف فقط عشان اجيب الملكية منه يبقى girls بتروح لمدرسة بنات ده نقط is like the computer ده يشبه الكمبيوتر but it is easier to carry لكن اسهل to carry يعني يحمل اسهل ان احنا نقدر نشيله كده او نحمله معنا لأي مكان طبعا ده اللي هو الكمبيوتر المحمول ويقات احنا اكلنا نقط food it was wonderful ده كان رائع طالما الطعام كان رائع يبقى we add delicious food اكلنا طعام لذيذ وكان رائع عايزين حاجة تكون برضو صفحة حلوة محمد صلاح is very good add no add goals محمد صلاح يكون جيد في تسجيل او احراز الاهداف scoring goals يعني في تسجيل او احراز goals اللي هي الاهداف we can borrow or read books as we can نقدر ان احنا برو يعني يستعير نقدر ان احنا نستعير او نقرأ الكتب في library في المكتبة جزء تصحيح الخطأ والسؤال رقم واحد بيقول هنا washing your hands before and after meals عايز يقول اخسل ايه يديك قبل وبعد الوجبات قبل الاكل وبعد الاكل كده تخسل ايديك اما اجي ادي تعليمات او امر بديها بالمصدر بتاع الفعل بدي التعليمات بالايه بالمصدر بتاع الفعل بدل الواشق هدي بقى ايه هدي المصدر بتاع الفعل يعني مبكرا رهام دايما بتنم مبكرا عندي هنا رهام مفرد طبع جايب للفعل وبه اس بس عندي دايما ظرف التقرار بيجي بعد لكن قابل الفعل الاساسي بدل هدي بقى دايما بتنم بدري هل انت عندك يعني نظرة بيسأله كده طيب انا بسأل هنا اقول ايه عايزين بقى التصريف التالت اسمها هل لديك او هل عندك هل you got وهاز you got مع الفعل المفرد يبقى have you got هل لديك او هل عندك داي study for two hours last night last night الليلة الماضية من الكلمات الدالة على الزمن الماضي البصير يبقى داي عايزين بعد كده التصريف التاني التصريف التاني من study هاحزف ال y وقلبها ال i وضيف ال ed study بحزف ال y وقلبها ال i وضيف ال ed study احنا ذكرنا او درسنا for two hours لمدة ايه ساعتين last night الليلة الماضية عايز نكتب عن your family عائلتك وده هتلاقوه موجود على القناة في قائمة الاهم باراجرافات هام ومتوقع لمنهج الصف الاول الاعدادي الترميل الاول اشتركوا في القناة